سبعة خير أهلا وسهلا خليني أبدأ مع حضرتك دكتور في تغير المواسم زي ما قلته حين نطلع من طقس لطقس بتكلم بقى عن جفاف العين عايزة عرف من حضرتك إزاي عرف أن أنا عندي جفاف عين وإيه الحلول السريعة لم يمكن استخدام والله جفاف العين بقت من الأمراض الكثيرة جدا وأغلب الناس بيعانوا منها في الفترة الأخيرة لكن هي جفاف العين على غير ما الواحد متخيل أن العين بتبقى نشفاء قوي لأ ممكن اللي يجي بيشتكي من جفاف العين يشتكي أن عينه بتدمع أكتر من اللزوم ليه؟ لأن العين النشفة دهية أو العين الجافة بتحاول تصلح من نفسها بتصلح من نفسها إزاي؟ أنها تفرز دموع أكتر لكن الدموع دي ما بتكونش دموع اللي هي الدموع الطبعية فتلاقي أن العين بتدمع ليه مش دموع طبعية؟ لأن الدموع الطبعية في الإنسان بتحتوي على طبقة من الزيت الطبقة من الزيت دي بتمسك الدموع بحيث أنها ما تقعشي يعني لو جيتي على مرأة الحمام مثلا ورميتي نقطة زيت هتلاقي نقطة زيت ما بتنزلش من على الإزايز وتفضل مسكة نفسها لكن لو رميتي نقطة ماء هتلاقي نقطة الماء تنزل على طول بالضبط ده في الدموع لو الدموع خواص سهى سليمة بتبقى نسبة الزيوت فيها عالية بحيث أنها ما تقعشي أما فيه لما يكون فيه بعض المشاكل بتفقد الدموع الزيوت بتاعتها وبالتالي ممكن تلاقي أنها بتقع والعين بتنشف مع أن في المنظر العام باين أن العين بتدمع أكتر من الطبيعي طبعا الدموع والجفاف ليه أكتر الأيام ده هيت؟ لأن العين بتتعرض لمشاكل أكتر من الطبيعي زي ما كان بتعرض لها الزمان زي مثلا التلوث والدخان الأتربة والأتربة والأجول اللي انا عايشين فيه كمان في الأماكن العمل أماكن العمل زي تملي الأماكن المغلقة التكيفات فيها شغالة على طول أو لو في حد في البيت مشغل مروحة والمروحة دي موجهة لو الدخان كمان والسجاير والحاجات ده هيت برضا كمان الحاجات المسببة جدا لجفاف العين تمام فيه أمراض كمان بقى بتسبب الجفاف ودي بتبقى أمراض ممكن مؤثرة جدا زي الروماطايد يعني الروماطايد من الأمراض اللي هو أعرف أن الروماطايد اللي بيجي في المفاصل ده من أحد أسبابه برضاك أنه هو بيعمل جفاف شديد جدا في العين دي من الأعراض المصاحبة للروماطايد وعشان كده أي مريض روماطايد اللي بننصحه أنه هو من بداية اكتشافه أنه عنده روماطايد يبتدي يستعمل دموع للعين يبقى احنا بنتكلم عن العلاج هنا الخاص بجفاف العين الدموع أطرات أطرات يستعمل أطرات لجفاف العين اللي هي بتبقى الدموع الصناعية اللي بتبقى دموع الصناعية مسمعات مختلفة بقى بالضبط أطرات هي معروفة في الأسواق والأطرات دي بتؤدي نفس طريقة وظيفة الدموع الطبعية أنها تعمل نوع من التليين للعين وتعمل طبقة حماية لقرانية العين ثم أنا بنستعمل بالليل عند النوم أنواع من الجل الجل ده بردك لما تحط بالليل بردك يقلل من جفاف العين أروح